موسيقى 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 يعني ثلاثة أشهر تقريبا على عام 2021 ويبدو بأن الدولار هو ما نيو سيطر هذا على رغم من أن كانت معظم التوقعات الدولار سيكون العمد الأضعف كيف تفسرين هذا؟ بالنسبة للدولار الأمريكي على المدى القصير نعم نشوف ارتفاعات عليه لعدة عوامل إذا أخذناها وارتفاع عوائد سندات الخزان الأمريكية لعبة الدول الأساسي في ارتفاع الدولار الأمريكي إضافة إلى بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة وأيضا بالنسبة لي أنه على المدى القصير يعني متوقع أن تستمر هذه الارتفاعات على الدولار الأمريكي بسبب أيضا التوترات السياسية الروسية مؤخرا أيضا بسبب أيضا تغيير محافظة البنك المركزي التركي وعدد من عوامل أخرى دعمت الدولار الأمريكي وتوقع على المدى القصير لكن على المدى الطويل ما زالت نظرتنا لا توجد أي تغييرات أو مستجدات اقتصادية تغير نظرتي على المدى الطويل بالنسبة للدولار الأمريكي لا تعتقد أنها من الممكن أن تغير الجهة لأنه كانت توقعات في البداية بأن نشهد تعافي للاقتصاد العالمي تعافي من هذه الجائحة عودة إلى حياة طبيعية ولكن لا يبدو هذا هو الحال اليوم أمريكا ربما أداءها أفضل بكثير في السيطرة على هذه الجائحة بينما أوروبيا نلحظ استمرار الأغلاقات استمرار ارتفاع الإصابات لا تعتقد أن هذا عامل يجب أن نظر إليه نعم بالطبع يعني عامل بس دعني أتوجه بنظرتي بالنسبة للدولار الطويل لشتوقعات لأني أولا فنيا حتى أقول أن الدولار فوق مخمسة ويجب الخمسة وتسعين حتى أقول ممكن أنه يستمر بالارتفاعات لكن دولار نتحدث عن احتمالات ارتفاع العجز في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أكدته أيضا جانا تيالين وقالت أنه على النمو الاقتصادي أنه أولا بداية القلق من النمو الاقتصادي ثم نتجه بعد ذلك إلى القلق بالنسبة للعجز في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أسعار الفائدة المتدنية سوف تستمر وهذا ما أكده يعني أعضاء من الفدرال الأمريكي في أن تستمر حتى نهاية عام 2023 فبالتالي كل هذه العوامل تدعم الدولار الأمريكي وليس دعمه إنما ضعف للدولار الأمريكي على المدى الطويل حتى تثبت أنه عكس ذلك وسوف نغير اتجاهنا إلى الارتفاع إذا ظهرت عوامل أن نتوجه نحو الأسهم الأمريكية كما حصل في شهر فبراير ويناير وكان وجود طلب على الدولار لكن ارتفاع التضخم والتوقعات بارتفاع التضخم والنتيجة حزم التحفيز الأمريكية وإذا نظرنا إلى حزم التحفيز الأمريكية بـ 1.9 ريون دولار نحن نتحدث عن انفاق سوف تسبب ارتفاع في الانفاق الاستهلاكي وهذا الانفاق الاستهلاكي سوف يزيد من ارتفاع التضخم ويزيد سيولة في السوق ويزيد من الطلب على الدولار فالتوقع إلى الدولار الأضعف نتيجة هذه العوامل على المدى الطويل والمتوسط هذا بالنسبة للدولار الأمريكي ولن أغير نظرتي على المدى المتوسط إلى أن تظهر مستجدات اقتصادية أخرى نعكس الاتجاه عنها تحدثنا عن جائحة كورونا بأن اليوم أعداء البلاد المتحدة أفضل بكثير من أشهده أوروبيا حتى البيانات الاقتصادية الظاهرة اليوم إيجابية ليس فقط اليوم ولكن ربما حتى على المدى المتوسط تقدر تكون أفضل بكثير من أوروبا لدينا عامل آخر اليوم الفارق ما بين عوائل السندات الألمانية والأمريكية وصل إلى أكثر من 2.100 عدنا إلى مقابل الجائحة وحتى من ينظر إلى اليوم يرى بأن مؤشر الدولار اخرق المتوسط 200 يوم هذه غير كافية لتغيير وجهة النظر حتى ولو أنك كان لديك مخاوف من التضخم بالفعل هذا كانت مخاوف معظم المحلليين بأن التضخم العجز في الميزانية العجز المزدواج يعني ألا تتوقع أن يحصل العجز لأن العجز في الملايات المتحدة الأمريكية وأكبر من العجز في أوروبا وعدد من الدول الأوروبية نتيجة كما ذكرنا الحزم التحفيزية وأيضا ما زالت أنه فيه مستمرين في السياسة التحفيزية فهذا رح يخلي ارتفاع في العجز في المديونية فبالتالي رح يخلي أنه الدولار أضعف وأيضا إذا نسب الفائدة متدني إلا إذا حصل مستجدات أخرى كما ذكرنا تم رفع أسعار الفائدة تغيرت كل المعطيات الاقتصادية تحدثنا عن بيانات اقتصادية إيجابية تعافي اقتصادي عودة للنمو الاقتصادي تغيرات بالقرارات فهذا سوف نرى بالفعل الدولار كما ذكرت أنه نتجه إلى الدولار نحو الارتفاع هذه المستجدات الجديدة هي التي سوف تعكس لكن على المدى القصير متوقعين الارتفاع وخاصة على العملات الناشئة يعني ما زال مستمر الارتفاع خاصة الدولار الأمريكي أمام العملات الناشئة اليورو اليوم ضد مستبيات الدولار وثمانية عشر أسنة يعني على المدى القصير إلى أي مستوى قد يصل اليورو ممكن يصل إلى بشكل مؤقت إلى 1.17 يعني ترى أنت كما ذكرت الأغلاقات الاقتصادية عدد الإصابات في فرنسا عم ترتفع في إيطاليا خاصة بريطانيا ربما تغير سياستها وخارطة الخروج من الغلاقات الاقتصادية من حيث السفر والتنقل كانت تخططها إلى مايو ربما يعني تغير اتجاهها إلى أبعد من ذلك حول التغييرات حول السفر كل هذه وارتفاع عدد الإصابات وأيضا بطء حملات التقيح وهذا ما أكدته كريستين لغارد عم بيخلي أنه اليورو يضعف بشكل مؤقت متوقعين 1.17 لكن على المدى الطويل بنتوقع أنه يعني عودة لارتفاع اليورو ربما حديث الأسواق كان هذا أيضا أسبوع حول الليرة التركية أشارتي في بداية حديثك عن ما حدث لحاكم مصرف المركزي التركي قالت من قبل الرئيس أردغان شهدنا الليرة هبطت بشكل حاد وصلت راجعات إلى أكثر من عشرة في المئة اليوم نتحدث عن مستويات ثماني رات للدولار الواحد هل تتوقع بأنها انتهت هذه العاصفة على الليرة التركية أو أنه من الممكن بعد أن نشأت راجعات أكبر كما ذكرت الليرة التركية مهددة أيضا بأن تعود لمستوياتها المتدنية وأدنى مستويات وصلتها تقريبا ثمانية ونصف عند المستويات قبل رفع أسعار قبل تغيير إقبال المحافظة البنك المركزي التركي فبالتالي تغيير محافظة البنك المركزي التركي إقبال لأنه قام برفع أسعار فائدة لأنه ستضخم مرتفع في تركيا نحن نتحدث عن 15.5 رفعها بنسبة 19 في المئة أيضا سوف ننتظر ونركز على المتداولين بالنسبة للرد تركية تركيز الأكبر على التضخم وأيضا على اتجاهات المحافظ البنك المركزي التركي الجديد هل سيقوم بتغيير السياسة النقدية وخاصة سياسته مناهدة لرفع أسعار الفائدة هل سيقوم بخفض أسعار الفائدة فبالتالي إلى الآن ربما يعني مستويات تعود لتراجعات بالنسبة لليرا التركية وربما تصل إلى مستوياتها المتدنية التي رأيناها من قبل وعلينا قنوة محلل الأسواق مانية في إكتجروب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك